لسه واحدة على طول في الجانب الايمن وعرضية تونسية خطيرة جدا لسه خطيرة محمد علي بن رمضاني صلح واول اهداف اللي اختار عيسى العيدوني يدون اسمه ويسجل اسمه بهدف تونسي ملعود في شباك جابسك اول اهداف المباراة بهجمة اتنفزت بسرعة جدا وكلمة السر كان يوسف لمساكني اللي بلمسة واحدة بلمسة واحدة وصل كشريدة على الخط من الجانب الايمن اللي لعبها بالمقاس بوا منطقة الجزاء استغلوها والكسافة الهجومية والعدد شوف كام واحد متواجد وخطأ في التشتيت من علي جابر وتتصلح من بن رمضان لعيسى العيدوني اللي بيسجل تاني اهدافه الدولية في مسيرته مع نصور قرطاش عيسى بلال العيدوني نجم يونيون برلين بباطن القدم وفي المقص الايصر لشباك ابو جبل في الدقيقة التالتة وكأن الهجمة اللي كانت من شوية كانت بروفا للهدف الهجمة اللي كانت من شوية اللي صلحها ايضا محمد علي بن رمضان وتسددت لكن خبطت وما اكتملتش الهجمة في النهاية وضعت لكن بعدها بدقيقة واحدة ينجح المنتخب التونسي في تسجيل اول اهداف اللقاء في هذه المباراة حسام عبد المجيد يبدأ على طول يستلم مرة تاني حسام لعلي جبر وبداية الهجمة المصرية من الجانب الايمن عمر كمان عبد الواحد ترجع الكرة مرة تاني من علي جبر إلى حسام عبد المجيد تحضير مصر وبناء هجمة او محاولة لبناء هجمة ومحاولة بالخروج للخروج بالكرة لكن لسه حتى الان لا خطورة على الاطلاق ست سبع بقايق قطعت الكور لكن يستعدها مرة اخرى تلاب اماميها عمر كمان يا ولد قادي الانطلاقة من عمر حطاها له قوي صلاح على حدود منطقة الجزاء صلاح يدخل جوال منطقة لكن تتقع وما تكملش وابعدها الدفاع تعود من جديد لمنطقة بتونس استلام ومرور او استلام بمرور ترجع الكرة من جديد سخيري جوال منطقة المساكنة وبالخطأ في مرمى عندي فتحة بالخطأ في مرمى يسجل تاني اهداف منتخب تونس في الدقيقة السبعة بعد هجمة يقضها ايضا يوسف لمساكني فرحة تونسية طبعا في المدرجات هدفين في اول سبع دقايق بعد انطلاقة ومحاولة من يوسف لمساكني والياس عشوري وفي النهاية تتلعب ايضا العرضية شوف الجبهة اليمنى شوف الجبهة اليمنى ولا يوجد اوف سايد لا يوجد تسلل قادم من الخلف ودي الكرة العرضية قبل ما توصل الى يوسف لمساكني حمدي فتحي بيحاول يبعد الكرة لكن تخبط فيه وبالخطأ فيه شباك ابو جبل تاني اهداف المتخب التونسي عشوري الياس عشوري هو اللي بدأ الهجمة من ناحية اليمين والعرضية ايضا كانت من كشريدة بقول لحضراتكم الجبهة اليمنى في المنتخب التونسي فيه منتهى الخطورة وفيه تفاهم اشتركوا في القناة